موسيقى رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ويؤكد أن الدولة تراهن على قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسميا عن معاناة قطع غزة وتحذر من مجاعة تهدد حياة الفلسطينيين داشر الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف المكثف لقطع غزة ويستهدف مقراً للهلال الأحمر الفلسطيني السادسة مساءً بتوقيت الطاهرة الرابعة بتوقيت جريدش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تراهن على قدرة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما أكد مدبولي أن المنطقة الاقتصادية تعد بؤرة استثمارية واعدة قادرة على المنافسة لما تمنعه منح وفزة ومزايا واسعة للمستثمرين جاء ذلك خلال اللقاء رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين من جهته أوضح رئيس الهيئة أنه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات نهائية ومبدئية نحو مليار وثماني مائة وتسعة وأربعين مليون دولار أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير البترول لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أكد مدبولي ضرورة تنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض بعض ملافات عمل وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأكد مدبولي الدور الوثيق لقطع الاتصالات في تحقيق أبعات التنمية المستدامة في مصر وضف رئيس الوزراء أنه تم توقيع مذاكرات تفاهم مع سلاثين شركة عالمية ومحلية لبناء القدرات الرقمية للشباب الملتحقين بمبادرات أجل مصر الرقمية بالإضافة إلى استضافة مصر ورشة عمل لبناء القدرات بشأن تنفيذ الإطار القرية للسياسة البيانات لدول الاتحادي الإفريقي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار جهود الدولة في توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية وخلال اجتماع أشار مدبولي سعي الحكومة لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً عالمياً لصناعة الدواء بهدف الاستثمار والتصدير ودعم اقتصاد الدولة كما تناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بتوافر المستلزمات الطبية والأدوية في المستشفيات وناقش الاجتماع أيضاً الموقف المالي الراهن لهيئة الشراء الموحد ومتطلبات توفير المستلزمات والتعاقدات شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية جذلك على مدار عدة أيام في إطار قطة التدريبات لتشكيلات وحدات القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه المنطقة الجنوبية العسكرية وذلك على مدار عدة أيام في إطار قطة التدريبات لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بحضور الفريق أسامة أسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتقصصاتهم المختلفة وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتل المنطقة الجنوبية العسكرية حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للدولة مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات وأضار الفريق أول محمد زكي حوارا مع رجال المنطقة الجنوبية العسكرية استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم واناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف الموضوعات معربا عن سعادته لما لمسه من فهم وإدراك صحيح لكافة القضايا والأحداث الجارية على مختلف الأصعدة وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة على مختلف المستويات وإجراءات التحضير والتنظيم وتنسيق التعاون بين كافة العناصر المشاركة كما قام بفرض عدد من المواقف التعبوية المفاجئة للتأكد من القدرة على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات أكد وزير الخارجية سمح شوكري حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن جاء ذلك خلال استقباله نظيره الأردني أيمن الصفدي وبحث الوزيران سبل مواجهة التحديات المشتركة وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بزيدة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطع وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجنب الإسرائيلي على دخول المساعدات كما تترقت المباحثات إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية هذا المسار اتصالا بحركة التجارة الدولية وانطلاقا من كونه جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردنية هذا وعدلت وزارة الخارجية والمقتربين الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة كما أكدت الخارجية الفلسطينية أن المجاعة في قطع غزة سياسة إسرائيلية لاستقمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وطلبت الوزارة الأمم المتحدة بالإعلان رسميا عن معاناة قطع غزة من مجاعة حقيقية تهدد حياة من فيه بالموت بسبب العدوان الإسرائيلي على القطع هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الواحد والثمانين واستهدف طيران الاحتلال فجر اليوم عدة منازل في خان يونس ما تسبب في استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين كما تم قصف محيط مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطع غزة عدوان متواصل وأرواح تزهق في كل لحظة ودماء الأبرياء اختلطت بكل شيء والدمار في كل مكان وبعد مرور أكثر من ثمانين يوما على العدوان يستمر الوضع على ما هو عليه الساعات الأربع والعشرون الماضية كسابقتها شهدت استشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات مع استمرار القصف الإسرائيلي في خان يونس بجنوب قطع غزة تسبب القصف الإسرائيلي فجر اليوم للمنازل بالمنطقة في سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين كما قصف طيران الاحتلال محيط مجمع ناصر الطبي الذي لا ينفك يستهدفه كغيره من المرافق الطبية وبجانب القتل والخراب توصل قوات الاحتلال حملتها الاعتقال الفلسطينيين الأبرياء من منازلهم صحيفة الجارديان البريطانية صلطت الضوء في مقال على استمرار قوات الاحتلال في استهداف الملاذات الآمنة في قطع غزة خلال العدوان المستمر وأشار المقال إلى أن الاحتلال لأشن عدة غارات جوية على أحد الملاذات الآمنة في مدينة تأدير البلح ما تسبب في استشهاد أكثر من مائة فلسطينية في واحدة من أعنف الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل ومن جانبه يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيمين نتنياهو تحديه للمجتمع الدولي وللقوانين الدولية متعهدا بمواصلة القتال في غزة حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية نتنياهو الذي قام بزيارة للقوات الإسرائيلية شمال غزة أمس قال لنواب من حزب الليكود الذي يتزعم إن الحرب أبعد ما تكون عن نهايتها رافضا ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20.915 شهيدا وأكدت الوزارة ارتفاع عدد المصابين إلى 54.918 شخصا وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي كما أشارت الوزارة إلى استشهاد 241 مواطنا فلسطينيا وإصابة 382 أخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مقرا لدمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة يؤويل ألاف من النازحين وأعلنت الجمعية في بيانا أن القصف الإسرائيلي استهدف الطوابق العلوية مشيرة إلى أن هذا المقر كان بالأساس يعاني من تكدس الجرحة وشح المستلزمة الطبية ونفاذ الوقود وأضافت الجمعية أن الاحتلال الإسرائيلي يوصل سياسة عتقال الكوادر الطبية دون وجه حق ويقتادها إلى جهات مجهولة اشتركوا في القناة أكدت الأمم المتحدة أن ألاف الفلسطينيين في قطاع غزة لم يتبقى أمامهم سوى مساحة صغيرة في القطاع المقتضى بسكان بعدما اتبعوا أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال وبحثوا عن الأمان في مناطق محددة وقالت رئيسة فريق مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية قالت إنها زارت تأحي دير البلحة وسط قطع غزة وصفة الوضع بأنه خطر يفر بداخله الألاف من الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات بالفعل وأكدت المسؤولة الأممية عدم وجود أي ضامن على أن وجهة النزحين القادمة ستكون آمنة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الكرم بالضفة الغربية وحاصرت مخيم نور شمس شرقية المدينة أوضحت وكلة الأنباء الفلسطينية أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من محورها الغربي ترافقها جرافات وذلك بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء الكرم ومخيماتها على ارتفاع منخفض مشيرة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت وسط إطلاق قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة فيما سمعت أصوات الانفجرات أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عمليات اقتحام مخيم الفوار بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن عددا من الأشخاص أصيبوا برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام المخيم موضحة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية صوب سكانه بكثافة اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال التي سمحت لهم بأداء طقوس تلمودية ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى المواطنين من الدخول للبلدة القديمة أو المسجد ما تسبب في الخفاض أعداد المصلين كشفت وسلو إعلام إسرائيلية أن حجم المساعدات الأمريكية لتل أبيب منذ بدء الحرب في قطاع غزة سجلت أكثر من عشرة ألاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية وذكرت صحيفة يدعوت أحرنط الإسرائيلية أنه منذ بداية الحرب وصلت 230 طائرة و20 سفينة شحن أمريكية تحمل مساعدات عسكرية إلى إسرائيل ضمن الجسر الجوي الذي فتحته واشنطن لنقل الأسلحة إلى إسرائيل وأشارت الصحيفة إلى أن المعدات العسكرية التي حصلت إسرائيل عليها شملت مرقبات مدرعة وأسلحة ومعدات حماية شخصية وذخيرة وإمدادات طبية وغيرها وذلك فضلا عن مشتريات إضافية بقيمة 2.8 مليار دولار قامت بها وزارة الدفاع الإسرائيلية من الولايات المتحدة أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين أنه أصدر توبيهات للوزارة بعدم تمديد تأشيرة المتوس لأحد موظفي الأمم المتحدة ورفض منح تأشيرة لموظف آخر وفي حسابه عبر منصة X وصف كوهين سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر الماضي بأنه يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي على حد وصفه موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش أطفى الشرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستمر مع مفوضة حقوق الإنسان والتي نشرت تشهيرات دموية لا أسس لها من الصحة على حد تعبيره زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يؤف جالانت بأن تل أبيب ردت على هجمات ضدها في العراق واليمن وإيران تصريحات جالانت جاءت خلال لقائه عددا من المشرعين والتي أفاد فيها أن إسرائيل في حرب متعددة الجبهات وتتعرض للهجوم من سبعة مناطق غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران مشيرا إلى اتخاذ إجراءات في هذه المناطق دون مزيد من التفاصيل قال وزير المالية الإسرائيلي بيسلائيل سموتريتش إن حكومة الحرب في إسرائيل لا تمتلك تفويضا بإنهاء الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق الهدف منها بقضاء على حركة حماس وإعادة جميع المحتجزين وخلال اجتماع حزبي أضف سموتريتش أنه لن يكون شريكا في أي حكومة توافق على إنهاء الحرب أو توافق بشكل أو بآخر على سيطرة أي طرف منطبط بالسلطة الفلسطينية أو حماس على قطاع غزة أكد مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أن ازدواجية المعايير الأمريكية في موقفها من حرب غزة والذي يتنقض بشكل صارخ مع موقفها من الحرب في أوكرانيا تنظر بعواقب وخيمة على المستوى الدولي وأشار المقال إلى أن موقف الغرب من الأحداث التي يشهدها قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي الوحشي يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن هناك ما يجبه التمرد على النظام العالمي الحالي الذي يسيطر الغرب على المنطق الذي يفرده هذا النظام دكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمه استلمت 4760 شاحنة من نظيره المصري عبر معبر رفح منذ 21 من أكتوبر الماضي أوضحت الجمعية أن الشاحنات احتوت على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومسلزمات طبية وأدوية لافتة إلى أن إجمالية حصتها من الشاحنات بلغ سلسة ألاف وتسع وتسع وأربعين شاحنة فيما تم تسليم ألف وسبعمائة وإحدى عشرة شاحنة لصالح وكلة الأنروا وجهات أخرى ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل محمود جميل مراسل التليفزيون المصري محمود بعد التحية ماذا عن آخر أتطورت لديك فيما يتعلق بالمعبر وأيضا القوافل الإغاثية والمساعدات واستمرارها سواء كانت من مصر أو دول أخرى بعد التحية لم تتوقف هذه القوافل الإنسانية عن التوجه إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وأيضا سواء المساعدات التي ترسلها الدول أو حتى المساعدات المصرية ونتحدث عن اليوم تحديدا يعني كان هناك حركة متزايدة أمام معبر رفح سواء فيما يتعلق بدخول الشاحنات يعني نتحدث على أن اليوم تحديدا وفي صباح هذا اليوم دخلت دفعة من الشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح وعبر أيضا منفذ العوجة نتحدث عن 111 شاحنة توجهوا بالفعل إلى منفذ العوجة تقطع هذه الشاحنات إلى إجراءات التفتيش ثم التوجه إلى الجانب الفلسطيني لكن على الجانب الآخر أيضا أو الجانب الفلسطيني وصل 40 شاحنة اليوم كل هذه الشاحنات محملة بعدد كبير من المواد الجذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية وأيضا مستلزمات المستشفى الميداني بالإضافة إلى أن مدينة العريش هنا أيضا لازالت تستقبل الجرحة والمصابين خاصة في مستشفى العريش الذي أعد ويعني تم تجهيز المستشفى لاستقبال الجرحة نتحدث عن تجهيز أكثر من 220 سرير لاستقبال الجرحة المصابين خاصة من الأطفال الذين بلغ عددهم أكثر من 50% من نوعية الفئات الموجودة من المصابين والجرحة في مستشفى العريش بالإضافة إلى أن المعبر اليوم أيضا استقبل 6 مصابين بالإضافة إلى 11 مرافقا للمصابين بالإضافة أيضا إلى خروج مزدوجي الجنسية اليوم كان هناك حركة كبيرة لخروج رعاية الدول الأجنبية وأيضا مزدوجي الجنسية نتحدث عن خروج 200 وافد من هؤلاء المزدوجي الجنسية يعني ينتقلون عبر وسائل النقل الخاصة الموجودة خارج معبر الرفح والذي يعني تسهل عليهم عملية الانتقال إلى الوجهة التي يريدونها بالإضافة إلى بالطبع يعني مزالت ردود الفعل والإشادات الموجودة للجهود المصرية يعني اليوم رصدنا بعض ممثلي إحدى الجمعيات الخيرية القطرية الموجودة أمام المعبر لرصد إدخال المساعدات أيضا وإصال الصورة للعالم بالجهود التي تقوم بها مصر وأكدوا على أن لو لا المجهود المصري الذي تقدمه مصر في فتح المعبر وفي أيضا مطار العريش في استقبال الطائرات لما كانت كل هذه المساعدات موجودة وكل هذه الشاحنات فوجهوا الشكر لمصر على كل هذه الجهود وأيضا مدينة العريش حاليا يعني تشهد وجود عدد كبير من الوجود ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وممثلي الدول التي لازالت يعني ترسل المساعدات عبر مطار العريش وأيضا ميناء العريش لدخول هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطيني شكرا جزيلا أزميل محمود جميل مراسل التليفزيون المصرية أهلا بكم من جديد ونواصل نشرتنا أعلنت السلطات الإسرائيلية وقوعا ثجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودالهي من جهتها أعلنت الخارجيات الإسرائيلية أنه لا إصابات بين موظفي السفارة وأن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب على قطع غزة ستكلف تل أبيب ما لا يقل وعن 50 مليار شكل أو نحو 14 مليار دولار أشارت التقديرات الإسرائيلية أيضا إلى أن الحرب ستؤدي إلى زيادة عقز الميزانية ثلاثة أمثال تقريبا الحرب في قطاع غزة ستكلف إسرائيل ما لا يقل عن 50 مليار شكل أو نحو 14 مليار دولار هكذا قالت وزارة المالية الإسرائيلية في أحدث تقدير للكلفة المالية والاقتصادية للحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وتجاوزت حتى الآن يومها الثمانين التقديرات الإسرائيلية أشارت أيضا إلى أن الحرب ستؤدي إلى زيادة عقز الميزانية ثلاثة أمثال تقريبا متوقعة استمرار القتال حتى فبراير المقبل وفي إحاطة أمام أعضاء الكنيسة قال مسؤول بوزارة المالية إنه من المتوقع أن تستمر الحرب لمدة شهرين على الأقل خلال عام 2024 وهو ما سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شكل للأمن و20 مليار أخرى للنفقات المدنية والنفقات الأخرى مضيفا أن ذلك سيرفع إجمال إنفاق وزارة الدفع بأكثر من 48 مليار شكل بما يتجاوز ما تم تخصيصه في البداية وتشير تقديرته إلى أن إجمال نفقات في ميزانية عام 2024 سيرتفع إلى 562 مليار شكل من 513 مليارا كانت مقررة في البداية ما سيؤدي إلى عجز في الميزانية قدره 5.9% من الناتج المحلية الإجمالية ومع توقع تساع العجز بمقدار 75 مليار شكل إلى 114 مليارا العام المقبل يقول المسؤولون الإسرائيليون إن الفجوة ستتطلب خفض نفقات أخرى أو زيادة الإيرادات ووفق الكنيسة هذا شهر على ميزانية خاصة للحرب العام الجارية تبلغ نحو 30 مليار شكل للمساعدة في تمويل الأعمال القتالية وتعويض المتطررين من الهجمات التي تشنوها الفصائل الفلسطينية عبر الحدود منذ 7 أكتوبر الماضي أكد وزير الدفاع البريطاني جراند شابس أن بلاده لعبت دورا فعالا في بناء الدفاعات الجوية لأوكرانيا منذ بدء الأزمة عبر تقديم مئات الصواريخ والدخائر فضلا عن أنظمة الرادار والأسلحة وأعرب وزير الدفاع البريطاني عن فخره بالدعم الذي تقدمه القوات الجوية الملكية للجيل القادم من الطيارين المقاتلين والأطقم الأرضية في أوكرانيا أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنه يتعين على الولايات المتحدة عدم تطبيق محتوى سلبي تعلق بالصين في قانون تفويد الدفاع الوطني الأمريكي وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماونينغ أنه إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدما في ذلك فإن الصين ستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها وحقوقها ومصالحها الأمنية بشكل قاطع قال متحدث عسكري فليبتيني إن بلاده لا تثير سراعا في بحر الصين الجنوبي وذلك رد على اتهامات صينية لمنلا بالتعدي على أراضي تقول بكين إنها تابعة لها وأضف المتحدث العسكري أن بلاده تتبع القانون الدولي وتطبق قانونها المحلي مشددا على حقوق الفليبتيني السيادية حتى حدود مياهها الأقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخالص شن الجيش الصومالي عملية عسكرية لملاحقة حركة الشباب الإرهابية وذلك بعدة مناطق بولاية جنوب الغرب الإقليمية وأوضح الجيش الصومالي أن المناطق التي خضعت للعمليات العسكرية كانت ملاذا للخلايا الإرهابية وتم فيها تجنيد عناصر جدد في السنوات الماضية مؤكدا أنه يخطط لإنهاء آفة الإرهاب في مناطق ولاية جنوب الغرب الإقليمية أدامت الحكومة العراقية الاعتداء الأمريكية على مواقع عسكرية عراقية وأكدت الحكومة العراقية أنها تتعامل عبر قواتها الأمنية بكل أصنافها ومؤسساتها الدستورية وسلطاتها القانونية بحزم إذا قيام بعض العناصر بالاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الأماكن التي يتواجد فيها المستشارون العسكريون من الدول الصديقة ذكرت وكلة رويترز للأنباء نقلا عن البنتاجون أن سلسة جنود أمريكيين أصيبوا بهجوم شأنه مسلحون على قاعدة أربيل في العراق أوضحت رويترز أن البنتاجون أعلن تنفيذ في العراق ضربات ضد سلسة منشآت وأشار إلى أن الضربات كانت ردا على هجمات ضد موظفين أمريكيين بالعراق وسوريا خلال الأيام الماضية تلقت السلطات البحرية البريطانية تقريرين عن رؤية مسيرات قبل انفجرين بقرب من سفينة على بعد نحو 50 ميلا بحريا غرب الحديدة اليمنية قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة على اتصال بقوة التحالف العاملة في المنطقة وأفادت بأنها وطاقمها بخير وذكرت الهيئة في إشعار لاحق أنها تلقت تأتيدا من السفينة بأنها تواصل رحلتها عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرة البيئة لاستعراض نتائج مشاركة مصر في مؤتمر المناخ بدبي قاب توني ايت وعدد الملافات العمل الأخرى وشهد الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية البيئية القائمة بالفعل والتي يتم دراستها فضلا عن الاستثمارات في قطاع المخلفات حيث هناك العديد من المشروعات قيد الانشاء ومنها مشروع تدوير إطارات السيارات المستعملة وانتاج الجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافل المخلفات البلدية الصلبة وكذلك انتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية وإيضا مشروعات المعالجة الميكانيكية البيولوجية للمخلفات الصلبة البلدية وانتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الأسمنت من الحماة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحية عقدت لجنة حقوق الإنسان بمقر الأمانة العامة لدمعة الدول العربية مؤتمرا صحفيا لتناول نتائج أعمال دورتها الثانية والعشرين والتي استمرت لمدة يومين وكانت مخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من المملكة العربية السعودية عقدت اللجنة خلال تلك الفترة جلسة استماع مغلقة لعدد من منظمات المجتمع المدني وذلك حسب الإجراءات المعمول بها في هذا القصوص على مستوى لجنة الميثاق شاهدنا ولمسنا أن المملكة العربية السعودية في تقريرها المقدم في هذه الدورة هناك اهتمام كبير وهناك إنجازات لتوصيات اللجنة في التقرير السابق هناك توصيات صدرت في التقرير الأول ولكن بعدما لاحظنا التقرير الدوري المقدم في الإختارة لهذا اليوم وجدنا جميع التوصيات السابقة قد نفذت كاملة وتم الانتهاء منها كل الأعضاء لاحظوا وشاهدوا التغيير والتطور في تقرير المملكة العربية السعودية خاصة هناك عندهم 96 هدف قاموا بالعمل عليه وهناك رؤية 20-30 نقدر نقول أنهم أنجزوا هذه الرؤية قبل وقتها أكدت وكيل مجلس الشيوخ في بي فوزي أن هناك تشابها كبيرا بين رؤية مصر 2030 واستراتيجية أسباكستان الجديدة جاب لك خلال استقبال وكيل مجلس الشيوخ في بي فوزي رئيسة لجنة المرأة بالبرلمان الأسباكي مليكة قادر خنوبة والوفد المرافق لها ومن جانبها أكدت مليكة قادر أن العلاقات الزنائية بين مصر وأسباكستان قد شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية شهدت عملية التنمية في سيناء ومدن القناة تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مختلفة وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبرز ملامح تلك العملية مشروعات البنية التحتية التي شملت قطاعات عدة منها تطوير الطرق والنقل والقهرباء والطاقة بالإضافة إلى مشروعات تنمية الشرب وصرف الصحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال محافظ شمال سيناء محمد شوشة إن الأجهزة التنفيذية شنت حملة تموينية موسعة على المحال التجارية والمطاعم في مدينة العريش جاءت بالتعاون بين مدريات التومين والتجارة الداخلية والطب البيطري والصحة والعمل ومجلس المدينة ووجه المحافظ المدريات والجهات المعنية بتكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمخابز والمستودعات لمتابعة الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ومواجهة جشع التجار فازت مصر بأكبر نصيب في التصنيف العربي للجامعات بدول العربية عبر اختيار 28 جامعة ضمن التصنيف الذي نظمته جامعة دول العربية جاء ذلك ضمن التصنيف العربي للجامعات 2023 الذي نظمته الأمنة العامة لجامعة الدول العربية فيما حصلت جامعة القاهرة على المركز الثاني في مؤشر الأداء الرئيسي للتصنيف الذي تصدرته جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية صلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس المزراء الضوء على أحدث التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية بعنوان السياحة الدولية تقترب من 90% لمستويات ما قبل جائحة كورونا مع نهاية عام 2023 أشار التقرير إلى أن منظمة أو منطقة الشرق الأوسط تواصل قيادة التعافي حسب المناطق من الناحية النسبية حيث ارتفع عدد الوافدين بنسبة 20% عن مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر التسعة حتى سبتمبر 2023 كما تظل منطقة الشرق الأوسط المنطقة العالمية الوحيدة التي تجاوزت مستويات 2019 في هذه الفترة عقد وزير العدل المستشار عمر مروان مؤتمر صحفيا بشأن إجراء التصويت الإلكتروني لأول مرة في انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة الرياضية وأكد وزير العدل خلال المؤتمر الصحفي أن هذه القطوة تأتي تماشيا مع رؤية الدولة المصرية باستخدام التحول والرقمنة والميكانة داخل أجهزة الدولة إن شاء الله أي انتخابات أندية تتبع وزارة العدل سنحاول أنها تكون من خلال التقنية لأن هذه ستدخلنا في تجربة جيدة جدا أننا نرى السلبيات والإيجابيات ونقدر نطور عليها ونعمل مشروع يخلي من استخدام التقنية في الانتخابات ده شيء أساسي وأصيل التصويت الإلكتروني حاجة جديدة بالنسبة على المصريين إن هو يصوت وبعد بالضبط معاد انتهاء المعاد المقرر لإعلان النتيجة النتيجة بتعلم فورا خلال ربع ساعة ونتيجة دقيقة جدا ما فيش فيها أي شبهة فإحنا فضلنا بالتنصيق مع وزارة الشباب ورياضة فضلنا أن نلجأ إلى هذا ونجازف بهذا الاختراح وإحنا إن شاء الله واسقين من نجاحه لأنه ده سياسة الدولة وللمزيد حول أهم مجاة في المؤتمر الصحفي حول إجراء التصويت الإلكتروني لأول مرة بشأن انتخابات نادي هيئة قضايا الدولة الرياضي يطلعنا عليه الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري نعم مشاهدين الكرام بعد تحية نتواجد معكم الآن من داخل مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي دعت وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي للإعلان عن التصويت الإلكتروني الجديد والتي سوف يطبق داخل الأندية الرياضية الخاصة بالوزارة المستشار عمر مروان وزير العدل أكد في كلماته أن هذه التقنية الجديدة تأتي تماشيا مع رؤية الدولة المصرية بتطبيق كافة أشكال التكنولوجيا وتطبيق الميكانة والرقمنة داخل أجهزة الوزارة ومن شأنها بأتأكيد سوف تؤدي إلى تلافئ السلبيات وتطوير الإيجابيات وخروج الانتخابات بنتائج ثابتة ونتائج حقيقية أيضا المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير الشباب والرياضة أكد في كلماته أن هذه التجربة في حالة نجاحها سوف تؤدي إلى تعميمها في الأندية المصرية جميعها طبعا بتطبيق كافة أشكال التكنولوجيا والرقمنة إذن هي تجربة جديدة تقوم بها وزارة العدل للحصول على نتائج ثابتة ونتائج حقيقية داخل الأندية الرياضية الخاصة بها ويمكن بعد نجاح هذه التجربة أن تعمم لتصل إلى الانتخابات البرلمانية يمكن هذا أكثر أو أبرز ما جاء داخل المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وأعود إليكم مرة أخرى عقد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي اجتماعا مع نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التنمية الإدارية والتحول الرقمي ورئيس اللجنة العليا لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في خدمات الكرت الموحدة للمواطن وتعزيز تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية الآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال التفاصيل مع محمد عبدالله إليك محمد شكراً نهام وشكراً دينا إلى أخبار الاقتصاد محلياً وعربياً وعالمياً أهلاً بكم في إطار توجهات الدولة لدعم وتوطين الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي قامت شركة النص لصناعة السيارات بتسليم أول أوتوبيس نقل جماعي صديق للبيئة لشركة المسؤولة عن النقل الجماعي في العاصمة الإدارية يتدلك تمهيداً لإبرام اتفاق لتوريد إجمالية الكمية التي تحتاجها الشركة المشغلة من الأتوبيسات اللازمة لتدخل الخدمة ضمن منظومة النقل الجماعي في نطاق العاصمة الإدارية هذا وأوضحت الحكومة أن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة في جميع الشركات التابعة الأمر الذي انعتس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة واستثمار رأس المال البشرية شهدت محافظة الفيوم ووضع حقر الأساس لأكبر مغزون استراتيجي للسلع الغذائية في المحافظة بتكلفة واحد ونصف مليار جنيه وتعتبر محافظة الفيوم المحافظة الثالثة التي تم وضع حقر الأساس للمستوضع الاستراتيجي للسلع الغذائية بها وذلك بالحي المتميز بمنطقة ديمو على مساحة 14 فدانا والذي سيقدم محافظات شمال الصعيد بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع واستخداماتها لفترات طويلة تنفيذ لتوجيات الرئيس عبدالفتاح أسيسي بدر التأمين مغزون استراتيجيا من السلع الأساسية والمنتغات الغذائية على مدار العام تسلم عدد من المزارعين بمحافظة بورسعيد 170 عقدا مؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمناطق سهل الحسينية وصارطينة ومثلث الخير وذلك التنفيذ لتوجيات الرئيس السيسي للاهتمام بالمزارعين وأكدت الحكومة أن هناك توجيهات رئاسية تم تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمواطنين ومنها تقليل أوضاع الأراضي الزراعية سعداء ومبسوطين النهاردة بإسلام عور التمليك اللي بتأمننا وبتأمن أولادنا أشكر السيد الرئيس عم فتح السيسي أنه هو بزل كل جوده هو القبار الدولة المسؤولين ووافوا بعضه ومبسوطين اللي احنا كنا حلم والنهاردة تحقق أنا مستلم من سنة سبعة وتسعين معايا عشر فتدين واستلمت العقد البداية من النهاردة تبدل الدولة جهودا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية من أجل تشجيع المستثمرين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد من محفزات تنافسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكد وزير البترول طرق الملة أن الولايات المتحدة الأمريكية شارك استراتيجي لمصر في العديد من المجالات وخاصة في مجال البترول والغاز جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر من جانبها أشرت السفيرة الأمريكية إلى أهمية مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس كمنصة عالمية تحظى باهتمام الشركات الأمريكية لما توفره كبيئة أعمال وتبادل للخبرات في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية في شكل أوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي للتحدي البنك المركزي الأمريكي سيضع قريبا في خفض أسعار الفائدة ما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز كذلك الطلب هذا وزدت العقود الأجلة لخام برينت من نسبة 89% لتصل إلى 79 دولار و13 سنة للبرميل كما ارتفع خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 61% ليصل إلى 73 دولار و59 سنة للبرميل وقفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.2% لتبلغ دولارين و73 سنة للتر كذلك صعدت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 5% لتصل إلى دولارين و39 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع بعد أن دعم تراجع التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطية للتحدي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في العام المقبل وتزياد التوقعات السوق بأن يخفض الاحتياطية للتحدي أسعار الفائدة بعد أن اهضرت بيانات أمريكية صدرت يوم الجمعة أنه وفقا لبعض المعايير الرئيسية فإن التضخم أصبح الآن عند أو أقل من مستوى الـ 2% المستخدف من البنك المركزي وصعد المؤشر السعودي بنسبة نصف نقطة ماوية كما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 3 من 10% نهاية أخبار اقتصاد أعود من جديد إلى إلهام ودينا شكرا لك محمد وبأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة لا يتبقى بها سوى التفكير بأبرز ما جاء بها من عنوين رئيس الوزراء يتبع الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة سويس ويؤكد أن الدولة تراهن على قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسميا عن معاناة قطاع غزة وتحذر من مجاعة تهدد حياة الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي وصلوا القصف المكثف لقطاع غزة ويستهدفوا مقرا للهلال الأحمر الفلسطينية وصلنا إلى ختام نشرة سادسة شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله